موسيقى يحتوي الكون على أكثر من 100 مليار مجرة إلا منقل عدد لا نهائي من المجرات وكل مجرة تحتوي على مليارات النجوم المضيئة كاللهب مجرتنا لوحدها درب التبانة العدد التقديري للنجوم الموجود فيها هو 200 مليار نجم بعضها بحجم شمسنا وبعضها أكبر من شمسنا ملايين المرات تظهر في كل ليلة صافية على شكل نجوم في السماء إذن منطقيا يجب أن تكون الليلة الحالكة السواد مضيئة كمنتصف اليوم إذن ما الذي يحدث بالضبط في الفضاء ليبقى أسود وحالك الظلمة كان من المسلمات قبل 220 سنة بناء على نظرية العالم الفلكي الألماني أولبرت بأنه إذا كان الكون أزلي ولا نهاية له حقا ففي النهاية وأينما وليت نظرك فإنك ستكون قادرا على رؤية نجم ما من بين مليارات النجوم لن تكون قادر على رؤية المجرات كما يفعل العلماء باستعمال أجهزتهم أي كمساحة كبيرة فارغة فما ستراه هو النجوم القريبة في مجراتنا وحتى البعيدة في المجرات المجاورة لنا وحتى لو سافرت لملايين أو لمليارات السنين الضوئية ففي النهاية المطاف ستجد ناجمة لا محالة تساءل الكثير من العلماء ولمئات السنين عن سبب ظلمة السماء رغم وجود مليارات النجوم المشتعلة في الفضاء منهم يوهانس كيبلر الذي سمي المصبار الفضائي كيبلر على اسمه وأيضا إدموند هالي الذي سمي مذنب هالي المشهور على اسمه لكن الفلكي الألماني في الهيم أولبرس هو من تنسب إليه مفارقة أولبرس أو أولبرس بارادوكس أو مفارقة السماء المظلمة إذ تساءل أولبرس إن كان الكون أزلي وغير محدود الأطراف وفيه ما لا نهاية من النجوم القديمة قدم الكون نفسه إذا كان الأمر صحيحا فسماء منتصف الليل يجب أن تكون مشرقة كالنهار في محاولة من بعض علماء القرن التاسع عشر لفهم هذه المفارقة العجيبة اعتمدوا على فرضية مفادها أن سحب الغبار الكوني الموجودة بين النجوم تقوم بامتصاص إشعاع الضوء القادم من هذه النجوم مما يؤدي لعدم وصول الضوء إلينا على الأرض لكن هذه الفرضية كانت مجرد كلام فارغ لسبب واحد فقط وهو أنه إذا افترضنا جللا أنها حقيقية وصحيحة لكانت هذه السحب امتصت ذلك الضوء على مدى ملايين ومليارات السنين لتصبح تلك السحب نفسها ساخنة ومشعة وصاطعة وعليه يصبح الفضاء أكثر توهجا وإضاءة وهو ما يناقض الفرضية ويهدمها أحد الأجوبة المنطقية لهذه المفارقة الغامضة هو فرضيتين الفرضية الأولى تقول أن الضوء في الحقيقة موجود في الفضاء ولكن العامل الفارق هنا هو أنه لا ينكسر ولا يتشتت كما يحدث على كوكب الأرض فالنهار على كوكبنا هو بسبب أن أشعة الشمس عندما تصل للغلاف الجوي الأرضي تتشتت وتنتشر في كل أنحاء الجو لتسبب ضوء النهار كما نراه لكن في الفضاء الأمر مختلف كليا فليس هناك ما يكفي من المادة لتسبب تشتيت ضوء النجوم بسبب الفراغ الكبير في الفضاء الفرضية الثانية ولدت بعدما استغنى العلماء عن فكرة الكون الأزلي في نهاية القرن التاسع عشر ليعترفوا أن للكون بداء حيث استطاع اللورد كيرفن بأن يثبت رياضيا على أن كونا ذو عمر محدود تماما مثل كوننا يجب أن يكون مظلما إذ أن الكون المحدود له نقطة بداية كأي شيء آخر فقدر فلكيا بأنه ولد قبل 13.8 مليار سنة نتيجة انفجار هائل اسمه بيك بانج ثم بدأ في التمدد وما يزال إلى الآن وكنتيجة طبيعية لهذا التمدد الكوني فالمجرات وكل الأجرام السماوية الأخرى تتحرك مبتعدة عنا في كل ثانية هذا التمدد يؤثر على كل شيء من هذا الضوء في حين ترى نجم في السماء ولنفترض أن هذا النجم يمتعد عنا لألف سنة ضوئية ففي الحقيقة ما تراه أنت هو الضوء الذي انطلق من ذلك النجم قبل ألف سنة وبسبب التمدد الحاصل بشكل متسارع في الكون فالضوء الذي انطلق من ذلك النجم أول مرة سيحتاج لقطع مسافة ألف سنة ضوئية لكي يصل إلينا لذلك فضوء ذلك النجم في طريقه إلينا بقيه يتضاءل شيئا فشيئا لبعد المسافة بيننا ومن يعلم لربما ذلك النجم قد انفجر الآن ولكن لا نستطيع رؤية الانفجار إلا بعد ألف سنة ضوئية من الآن وهي المسافة التي سيحتاج ضوء الانفجار لقطعها ليصل إلينا وهو ما يسمى باستحالة التواقط بالمناسبة إذا كنت تحب المواضيع العلمية والفلكية مثل هذا الموضوع فاشترك في القناة لا تنسى وضغط لايك للفيديو وأيضا يمكنك أن تقترح علي مواضيع علمية في التعليقات أسفل الفيديو وشاهد واحدة من هذه الحلقات هي أيضا حلقات علمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر